موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو أحدث أفلام كريستوفر نولن تاند أفلام كريستوفر نولن بالنسبة لنا كانت دايما عودة جديدة لسينما مختلفة سينما فيها أفكار جديدة وأفكار معقدة فيها احترام كبير لأدوات السينما الكلاسيكية فيها اعتماد قليل على المؤثرات البصرية ومع ذلك فيها تجارب بصرية تقريبا ما بنشوفهاش في أي سينما أخرى المرة دي الموضوع بقى بيضاف له أنها عودة للسينما بشكل عام لأن ده أول فيلم أنا شخصيا أدخله في السينما لو أنا فاكر صح من ساعة فيلمه Onward أو The Invisible Man يعني عدت شهور طويلة جدا وكنت مستاق جدا للتجربة السينماية وللتجربة السينماية بتاعت كريستوفر نولن بشكل خاص أحداث فيلم تينت بتدور في إطار من الجاسوسية بطلنا في الأحداث بياخد مهمة صعبة جدا وبيثبت من خلالها ولاء استثنائي بيؤهلوا لمهمة أخرى أصعب كتير مهمة لمحاربة خطر كبير جدا حيحصل في المستقبل خطر أغلب أبعاده غير معلومة تقريبا كل اللي نعرفه عنه إنه فيه تلاعب مباشر بالزمن بطلنا بيجمع المعلومات القليلة جدا دي وبيبدأ في رحلته لمعرفة إيه هي طبيعة التهديد مين المسؤول عنه وإزاي يقدر يواجهه فيا ترى إيه اللي حيحصل زي ما احنا عارفين في أغلب أفلام كريستوفر نولن فيه هوس واضح جدا بعناصر الزمن والجاذبية يمكن بس في طلاثية دا دارك نايت وفي فيلمه الأخير دونكيرك أخد استراحة بسيطة واستراحة نسبية كمان لإن حتى في استراحته الحربية من خلال فيلم دونكيرك كان فيه تلاعب عنصر الزمن في فيلم تينت استراحتنا الحقيقة هي استراحة من عنصر الجاذبية والتلاعب اللي بيتقدم في عنصر الزمن بكل تأكيد ما شفناش زيه قبل كده بل يمكن كمان مفيش حد فكر فيه قبل كده ولا حتى في أحلامه بس قصر فكرة الفيلم بتاعنا على التلاعب الزمني أعتقد أن فيها ظلم كبير لأن الفيلم دا فيه حضور واضح جدا لعناصر الدراما والعناصر الجسوسية اللي ممكن يكونوا كانوا موجودين معنا قبل كده في فيلم زي انسبشن بس هنا حقيقي أقدر أقول أن حضورهم أوضح وممكن يكون فعال أكتر ويمكن كمان من العدل أن احنا نضف لهم عنصر الأكشن اللي فيه اهتمام وعناية واضحة بيه في الفيلم دا عنصر الأكشن كان موجود معنا كتير قبل كده في أفلام كريستوفر نولن بس عمره ما كان ملفت إلا لما كان بيقترن بالفكرة اللي احنا بنقدمها يعني مثلا مشاهد الأكشن اللي ما تتنسيش من فيلم انسبشن هي المشاهد اللي كان فيها تلاعب واضح جدا بعنصر الجازدبية لكن المرة دي الوضع مختلف الأكشن حقيقي حلو جدا واقترانه الأكبر في الأحداث هو الحقيقة أكتر مع عناصر الدراما وعناصر الجسوسية يعني مشاهد الأكشن بتاعتنا يا إما بتخلق تحول واضح في علاقات الشخصيات يا إما بتمشينا خطوات واضحة في حل الألغاز مثلث الأكشن والدراما والجسوسية دا هو اللي الأحداث تبنت عليه في بداية الفيلم واستمر معنا الفترة طويلة جدا على عكس فيلم انسبشن كمان مرة العنصر المفاجئ عنصر الخيال عنصر التلاعب ما بيدخلش معنا من بدري يمكن لأن فيلم انسبشن العنصر دا كان الأكثر إبهارا وفي نفس الوقت التواصل معه مش صعب لكن في فيلم التانت يبدو لي أن نولن كان عارف أن هي دي المرحلة اللي حيبدأ فيها يخسر قسم من المشاهدين ومع كل أسف أنا من القسم دا صعب قوي أشرح لكم طبيعة التلاعب بالزمن في الفيلم دا أولا لأنها فعلا معقدة جدا وثانيا لأن فيه إخفاء متعمد لتفاصيلها في تريلر الفيلم وأنا مش جاي هنا عشان أحرق حاجة الفيلم أصد يخفيها وثالثا لأن أفضل شرح ليها متقدم جوه الفيلم نفسه أنا ما عنديش جديد أضيفه ولكن فعلا الموضوع صعب جدا ومربك جدا ومؤثر جدا مش في فهمنا للفيلم بشكل عام ولا حتى لما تكسروا الفصول الفصول بتاعته واضحة إحنا عارفين إحنا داخلين كل فصل ليه وخرجنا منه إزاي ولا حتى لما تكسروا القطع أصغر شوية من التسلسلات التسلسلات دي عاملة زي واحد كده لسه بيبتدي يتعلم لغة جديدة ممكن تعصلك معاه كلمة ولا كنين بس بيفهم معنى الجملة في الآخر مشكلتي الكبيرة مع وحدة المشاهد اللي فيها استخدام كثيف جدا للتلاعب اللي احنا بنعتمد عليه واللي تشرح في وقت قصير جدا واللي بيتحرك بسرعة كبيرة جدا واللي مالوش قواعد واضحة أقدر أحتكم لها وأنا بتفرج أو يمكن كل ده موجود بس أنا مخي اللي مش قادر يواكب آه يا جماعة وارد جدا يكون الفيلم تمامه مية مية وأنا فعلا اللي مقدرتش مقدرتش أستوعب في كل مشهد إيه اللي ينفع يحصل وإيه اللي ما ينفعش يحصل وللأسف لما ده بيحصل في فيلم معتمد بشكل كبير جدا على ألعاب الذكاء والأكشن الاهتمام بالمتابعة بيهبط بنوصل للنقطة بتاعت طب خلاص أنا مش قادر أواكب مش قادر أتابع خلص اللي انت بتعمله وقل لي اللي حصل في النهاية وللأسف فعلا أنا وصلت للنقطة دي في كذا مرة في النص التاني من الفيلم بالتحديد يمكن من الحاجات اللي مساعدتش برضو هي طبيعة الحوار في الفيلم لأنه كان مليان كوتس وحكم أكتر من اللازم ده كان مفيد شوية في الجزء الجسوسي من الأحداث لأنك بتتوقع أن الناس بتتكلم بشكل غامض ومش عايزة تكشف كروتها كلها بس لما بقت طبيعة الحوار دي من الحاجات اللي بنلجأ لها عشان نفك شوية من الغموم الحقيقة زودت من اللخبطة مساعدتش فيها وبان شوية أن الهدف الأساسي منها هو طرحة خلفية للأحداث مش المساعدة في دفعها للأمام المعاناة دي حتى حرمتني من أني أقدر جماليات الفيلم لأنني في أوقات كتير جدا في الفيلم كنت مشغول بأنني أحاول أفهم عن أني أقدر الجماليات السينمائية الموجودة في الفيلم زي التصوير زي المونتاج زي الموسيقى اللي حقيقي حلوة جدا وفعلا اللي ما يعرفش أن هانز زيمر مش هو اللي عامل موسيقى الفيلم وتسأل تفتكر مين اللي عامل الموسيقى غالبا حيخامل أنه هو هانز زيمر بس المرادي وعلى غير العادة اللي عامل موسيقى الفيلم هو لودفج جورنسون والموسيقى بتاعته مؤثرة جدا وحضرة جدا حتى في النص الأول من الفيلم قبل ما الألعيب كلها تبتدي وهو النص اللي أنا فعلا حبيته جدا وقدرته جدا واللي كان مليان أفكار جديدة ورائعة التنفيذ حتى قبل ما عنصر الخيال يدخل معانا بقوة أول تسلسل في الفيلم بشكل عام تسلسل مبهر تسلسل الاقتحام الخاص بالطيارة واللي كلنا عرفنا كتير عنه من التريلر ومن التصرحات اللي حواليه حقيقي رائع تسلسل التسلق والاقتحام اللي برضو موجود في التريلر من أجمد ما يمكن وأعيد وأكرر مليان أفكار ما شفناش زيها قبل كده وطبعا المراجيح اللي حصلت بعد كده كان ليها حضور في شكل زغزغات في المشاهد دي المشكلة بس إنها بعد ما سيطرت المعاناة تفوقت على المتعة عامل مهم جدا في تفوق عناصر الدراما والجسوسية في الفيلم ده هي تشكيلة الشخصيات وطبيعة فريق البطولة فريق شاب يتكون من ممثلين كلهم في التلاتينات ويمكن محدش فيهم وصل على مستوى النجومية إنه يتحسب ضمن الصف الأول ديفيد واشنطن أول مرة شفناه كان من خلال فيلم بلاك لانزمن وتأكدنا جدا من إمكانياته ومن حضوره المرة دي كمان بنضيف اجتهاده وقدرته على قيادة مشاهد درامية حقيقي قوية وما بتاخدش وقته ومطلوب إنها تسيب مفعول كبير مشهدين بالتحديد أقدر أقول إن ديفيد واشنطن تفوق فيهم بشكل كبير جدا روبرت باتنسون دوره كبير ومحسوس ورغم عدم مروره باختبارات أداء قوية قوي جوة الأحداث ولكن الكارزمة بتاعت واضحة الأكثر تفوقا في الفيلم بشكل عام هي إليزابيث دبيكي لأن فعلا من غير شخصيتها يمكن كل الكلام اللي قلته على الدراما ده ما كانش يتقال عندها الصراع الأكبر وعندها التقلبات الأكثر حدة ولو كنت بقول إن ديفيد واشنطن كان مطلوب منه إن هو ينقلنا نقلات كبيرة في مشاهد قليلة فهي نقلتنا نقلات أكبر في مشاهد أقل والثلاثي ده بيؤكد اهتمام نولان باختيار اللي يفيد القصة أكتر من اللي يفيد الفيلم تسويقيا آرن تيلر جونسون موجود في الفيلم بس فعلا دوره مش كبير على الإطلاق وعلى جانب الشر عندنا كانت برانا في دور فريد وأداء جيد جدا يمكن التمييز العام في أداء فريق التمثيل عوض كتير من اللخبطة اللي أنا عانيت منها لأن في نهاية الأحداث كتير من الكروط اللي تلخبطت دي بترجع تترتب وبيكون مطلوب إنها تسيب تأثير عاطفي على المشاهد المشاهد اللي ممكن يكون فقط قدري كبير من الاهتمام زي ما حصل معايا وهنا المسئولية الكبرى بتكون على الممثلين إن هم يرجعوا لك الاهتمام ده وأنا شايف إن فريق البطولة في الفيلم نجح في ده بشكل كبير جدا حقيقي مش عارف أوصف تجربة مشاهدتي الفيلم تانت إزاي لازم اعترف إن أنا شفت السينما مختلفة وأفكار ممكن ما تخترش على بال مخلوق ولازم اعترف إن طريقة ترجمتها للشاشة كانت مبهرة إلى أبعد الحدود ولازم أشكر في العودة الحقيقية للاهتمام بعناصر الدراما والأكشن ولازم أؤكد إن عنصر الجاسوسية وألعاب الذكاء في أفضل أحوالهم بين كل أفلام نولن بس ما أقدرش ما أقولش إن عنصر الخيال العلمي في الفيلم ده أخذنا النقطة من التعقيد أبعد بكتير من اللازم نقطة ضبابية جدا ومؤثرة بالسلب على تجربة المشاهدة وأنا متأكد إن حيبقى فيه أدوات كتيرة جدا لقشع الضباب ده وتوضيح الصورة أبسطها وأولها هو التفكير أنا مع نفسي كده بعد ما خرجت الفيلم وأعد تفكر شوية الدنيا بقت أفضل تاني أهم الأدوات ديت حتكون المشاهدة التانية بكل تأكيد آه يا جماعة الفيلم ده مش الفيلم اللي يتشاف مرة واحدة بس أنا عن نفسي حعوز أشوفه مرة تانية وتركيزي حيكون محدد قوي على إجابة تساؤلات محددة قوي وعندنا كمان أدوات النظريات وفيديوهات الشرح والمقالات والحاجات دي كلها إلا أنا شخصيا ما بحبهاش وشايف إن هي ضد السينما حبة بس كل ده مستحيل يعود تجربة المشاهدة الأولى مرحلة تكوين الانطباعات لإن عادي قوي إننا نطلع من أي فيلم وإحنا فيه شوية حاجات مش فاهمنا أو حاسين إن إحنا فاهمين كل حاجة بس لما نتفرج مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة نلاقي الموضوع بيتحسن طالما في الأساس مبسوط الإضافات بتكون شيء كويس بس أنا بكل تأكيد ما قدرش أقول إن أنا طلعت من التجربة الأولى لمشاهدة فيلم تانية وأنا مبسوط وأعتقد إنه في رأي الشخصي أقل فيلم حبيته لكريستوفر نولن على الإطلاق وقبل ما أقول تقييمي للفيلم عاوز أوضح الواضح وأهري في المهري وأصرح بالبديهيات ده فيلم مش شبه أي فيلم ممكن بس يتقارن شوية بإنسبشن ويتفوق عليه في حاجات ويتأخر عنه في حاجات دي تجربة فريدة ولازم تتشاف وأنصح جدا بإن مشاهدتها الأولى تكون بعيدة عن أي نظريات وعن أي شرح التقييم ده بس تقييم تجربة مشاهدة سينمائية بسطتني الفترة طويلة جدا وبعدين لخبطتني لفترة أطول تقييمي لفيلم تانيت هو 7 من 10 ولو الراجل ده وصل للمرحلة دي دلوقتي فربنا يسطر علينا من اللي جاي في منقشة الحلقة أعاوز أعرف رأيكم لما تعرفوا إن فيه فيلم معقد تحبوا تشوفوا النظريات والشرحات الأول وبعدين تتفرجوا عليه ولا تتفرجوا عليه الأول وبعدين تشوفوا النظريات والشرحات ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة